هي قرابة الثلاثة أشهر بدون إطعام أزمة حقيقية يعاني منها تلامذة المدارس الابتدائية ببلدية فرندا بيتيارت والذي رسم استياء الأولياء الذين يطالبون اليوم بضرورة فتح المطاعم المدرسية أمام أطفالهم الذين يعانون في صمت فإضافة إلى الحرمان من الإطعام يبقى التلوث الذي يحيط ببعض المدارس كحال مدرستي الربيع بوشامة وبالجلال الحبيب يعمق من معاناة التلاميذ ما هما ما خلوكم تصوروا لداخل بصحنا نعطوكم صورة لداخل شارع صاري بون ليفيستير حاشك ما تقدرش تدخل لهم تلميذ وراها داريان والأمراض هذه تعلموا حمرون وهذا من هذا الشي الأقسام في حالة لا يرسل لهذا المدرسة هذه واللي تحتارها نورما ممتحف بالنسبة للمدرسة هنا راح مهتاري أقل معانا إدارة هنا تدخل ما تنجيبش تدخل عندهم بيرو واحد تقعد فيه الموديلة يخدموا فيها ربعة عن الناس ولا خمسة بيجوا يشوفون هنا يكيد صب النوكي ما تصب يدخل على التلاميذ السلطات المحلية في اتصالنا بها أكدت تحذير سفقة جديدة لفتح المطاعم المدرسية بعد تعثر السفقة الأولى وفي انتظار ذلك يبقى المئات من التلاميذ خاصة القاطنين بالأرياف يتمدرسون بدون إطعام ترجمة نانسي قنقر